في موضوع مغاير انتقدت نقبة القضاة المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزيري العدل بالقاسم زغماتي والتي تنص على الاستئناف الفوري للجلسات المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية من أجل الفصل في القضايا التي تأسس فيها المحامون فقط وتأجيل ما دونها مع قصر حق الحضور على المحامين دون المتقضين النقبة وفي بيان لها أكدت أن هذا يشكل انحرافا غير مسبوك في تاريخ القضاء بمنح امتياز التقاضي لطرف على حساب آخر ويجسد اغتصابا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء فضلا على تغاضي نفس المذكرة عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب عنها لسيما على الصحة وسلامة المعنيين خاصة وأن مقرات الجهات القضائية تفتقر لأدنى وسائل الحماية والوقاية من الفيروس القاتل